المعركة التي أربكت حسابات هتلر أطول يوم في التاريخ اليوم الذي غير مجرى تاريخ أوروبا وأكبر هجوم برمائي من نوعه إنه إنزال النورماندي يعد إنزال النورماندي هو المعركة التي رجحت الكفة لصالح قوات الحلفاء وعملت على إنهاء الحرب العالمية الثانية حيث قام الحلفاء بإنزال القوات داخل ساحل النورماندي في وقت حاسم من الحرب العالمية الثانية سميت هذه العملية باسم عملية نيبتون حيث استغرقت شهورا متعددة جاء الهدف الأول من إنزال النورماندي هو تحرير فرنسا وباقي دول أوروبا من الاحتلال النازي فضلا عن التخلص من الحرب التي طالت فترتها بدأ التخطيط لهذه العملية قبل ما يقرب من عام واحد من وقت حدوثها ففي الثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام الف وتسعمائة وثلاثة واربعين اجتمع كل من زعيم الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشيرشل من أجل التصدي لألمانيا حيث كان مكان اجتماعي هذه القمة الثلاثية في العاصمة الإيرانية طهران خلال هذه القمة اتفق الحلفاء على عمل خداع عسكري للألمان كان الهدف منها هو التضليل والخداع حول وقت ومكان الإنزال حيث أوهم الألمان بأن الهجوم سوف يتم في منطقة كالي بأقصى شمال غرب فرنسا بناء على تلك التسريبات عملت ألمانيا على التعزيز من دفاعاتها حول تلك المنطقة في مقابل إهمالها باقي المناطق الواقعة في الجنوب خلال ستة أشهر من وقت هذا الاجتماع استطاع الحلفاء حجد حوالي مليوني جنديا وثلاثمائة ألف دبابة وعربة عسكرية فيما تم إخضاع المجندون لعدد من الدورات التدريبية المكثفة والمتنوعة نصت خطة الإنزال على نقل عدد من القوات الهائلة على أن يتم الدفع بمائة وست وخمسين ألف قبل الوصول إلى الشاطئ وذلك من أجل تأمين شواطئ الإنزال الستة كان يوم الخامس من حزيران يونيو لعام الفين وتسعمائة وأربعين وأربعين هو المعاد المقرر للمعركة والاختيار الأول لها ولكن سؤال أحوال الجوية حان دون ذلك ليبدأ الغزو بعدها بأربعين وعشرين ساعة في يوم السادسي من حزيران يونيو من نفس العام غادرت أكثر من خمسة آلاف سفينة وزورق إنزال شواطئ إنجلترا إضافة إلى تعبئة حوالي أحد عشر ألف طائرة من أجل توفير الدعم الجوية في الساعة السادسة وثلاثين دقيقة من نفس اليوم بدأ الغزو البرمائي تمكنت خلالها القوات البريطانية والكندية من التغلب على المقاومة الألمانية في شواطئ جولد وصونو وسورد كما تغلبت عليهم القوات الأمريكية في شاطئ أوتاي لكن الأمور لم تجري كما أراد الحلفاء في شاطئ أوماها حيث واجهت القوات الأمريكية مقاومة عنيفة من قبل الألمان أسفرت تلك المقاومة عن سقوط ألفي جند أمريكي لكن مع نهاية اليوم تمكنت قوات الحلفاء من الانتصار وتأمين الشواطئ الخمسة فضلا عن ذلك اقتحم ما يقرب من مائة وستين وخمسين ألف جندية شاطئ النورماندي بنجاح في الحادي عشر من حزيران يونيو واصلت قوات الحلفاء انتصاراتها وتم إنزال أكثر من ثلاثمائة وستين وعشرين ألف جندية وحوالي مائة ألف طن من المعدات إضافة إلى إنزال أكثر من خمسين ألف مركبة داخل منطقة النورماندي في الأسابيع التالية من الإنزال استطاع الحلفاء السيرة في ريف النورماندي رغم المقاومة العنيفة والمستمرة من قبل الألمان مع نهاية شهر يونيو تم الاستيلاء على ميناء شيربورغ الحيوية وتم إنزال حوالي خمسمائة وثمانين ألف مقاتل ومائة وخمسين ألف مركبة مما مكنهم من مواصلة التقدم عبر فرنسا تمكنت قوات الحلفاء من شن مجموعة من الحملات الجوية المكثفة التي استهدفت السكك الحديدية والطرقات والجسور جاء ذلك بهدف تصعيب وصول الإمدادات والتعزيزات إلى الألمان في النورماندي اعتقد هتلر أن هذا الغزو ما هو إلا تشتيت لهم من أجل الابتعاد عن مكان الهجوم الحقيقي القادم من شمال نهر السين هذا الاعتقاد أدى بهتلر إلى رفض إطلاق الكتائب القريبة من موقع الغزو والانضمام للهجوم نتج عن ذلك استدعاء التعزيزات البعيدة والتي أثرت بدورها على تأخير الهجوم المضاد في الوقت نفسه نجح طيران الجوي للحلفاء في منع الألمان من المقاومة وإجبارهم على التراجع والخضوع مع نهاية آب أغسطس استطاع الحلفاء الوصول بقواتهم إلى نهر السين وتم تحرير باريس وإخراج الألمان لتنتهي بذلك معركة النورماندي يشار إلى أن الحلفاء في تلك المعركة تمكنوا من إنزال أكبر قدر من التعزيزات خلال فترة الحرب والتي وصلت إلى حوالي ثلاثة ملايين جندي وثلاثة عشر ألف طائرة حربية وألف ومائتي سفينة بحرية وألفين وخمسمائة سفينة إنزال إضافة إلى دبابات برية وبرمائية كما يشار إلى مشاركة ستة آلاف وتسعمائة وتسعين ثلاثين سفينة في تلك العملية كان من نصيب بريطانيا حوالي ثمانين في المائة وستة عشر في المائة للولايات المتحدة الأمريكية وثلاثة وخمسة من عشر في المائة تابعة لفرنسا وهولندا والنرويج وبولندا فيما تألفت قوة الإنزال من أربعة آلاف ومائة وست وعشرين سفينة وبارجة في سبع واربعين أسطولا في البداية لا تنسى الاشتراك معنا في قناة المدينة الوثائقية وتفعيل زر الجرس